نحن نذهب لفقرة الموضة وطبعاً نفتت انتباهنا المصممة مريم يحيى وهي ذات تصاميم جريئة ومختلفة واشتغلت على نفسها ووصلت بإصرارها التي تكون من بين خمسين أمرأة مؤثرة بالعالم العربي بحسب مجلة Arabian Business فنقول لك صباح الخير مريم وأهلا وسهلا بك أهلا بك مريم في البداية أودنا نسألك ما الذي يميز مريم وخلها تكون واحدة من أبرز خمسين سيدة القرأة لأنه عند الـ DNA بتاعي أنا كنت دايماً عندي طابع الـ weather في طريقة لبسي في طريقة حواري ما عنديش limitations so I think ده اللي خلي الناس تبص تقول أوكي بي حاجة مختلفة ماما ما كنت خايفة أنه هذا الاختلاف يمكن تخلي الناس تنتقدك أو مثلاً ما تتفهم أنت اللي بتعملي كده ولا اللي بتلبسي كده بصي أكيد فيه ناس ما كانوش مع القرأ اللي أنا صدرتها على السوشيال ميديا أو على الـ features بس at the end of the day people بيحترموا أنه أنت بتقدمي حاجة بتاعتك أنت لي مش بتقليدي فالإحترام بيزبك الاختلاف أو الانتقاط يمكن في البداية كان غريب بعدين حبوك على الأدانة التي تحكيتك طيب طريقة جنون مني طيب أنت معروفة بـ Mrs. Kipa بالزبط من فان هذا الاسم؟ من زوجي العزيز هو النكنين بتاعه Kipa هي كان جول كيبر بلبنان هو لبناني بس لها تجوزنا كل عالم بلشت عادت لي Mrs. Kipa Mrs. Kipa أوكي وحبت أداله كرادت لأنه كان الملابس في الملابس ويساهل بعد أكيد زوجك هذا في النهاية أبو العيل ونتهي لتحية بعد حدنا أكيد طيب كيف أنت توصفين السيلك في الملابس؟ في قرآة يعني من كل الملابس للتانية مش بتبقى ما بتحسي مثلاً أول ما طلعت فوكسا موني إن أنا بقدم بوهو شيك قلتني الملابس للأخبطتنا إنه شوية جابانيز أنا ما بحبش الروتين فهتلاقي كل الملابس فيه ستايل أو كولتشر معينة بقدمها بس الحاجة الوحيدة الكونسيستن إنها إنه إنه فنن أجي طبس إيش يعني مصدر إلهامك كل مرة هل هو السفر أو مثلاً البلدان الكولتشر؟ كل حاجة ممكن تبقى كوباية محطوطة على تربيزة ممكن يبقى شكل ألم مفيش أفكاري بتجي من كل حاجة حوالي دحانا أنت تعتبر مدونة فاشن عندك حساب ليكي أنتي واللبسك وعندك التصاميمك هل هذول الاثنين بيساعدوا بعض؟ وكيف بتميز يعني لحين السوشال ميديا صار مفتوح لأي أحد وكثير ناس بياخدوا دور الفاشنيستا وكثير ناس بياخدوا دور الدزاين بس أنت الاثنين فكيف بتعمل بصي هو في لغبطة بذات أن أنا لما ابتديت ما كانش فيه الناين كان في بس واحدة بتحط صورها رفلكتينغ زوئي في اللبس رفضت فكرة أني أعمل أي بلوجين يعني ما كنتش بحط لبسة أي عشان ما كنتش عايزة الناس تفتكر أنه هو حاجة كوميرشل مش عشان هو غلط بس أنا كنتش عايزة أفقد بصداقية كدزاينر يعني كان عندي فيجين أنه البيتش دي بعملها كماركتنج أنا بجراند ميديا وماركتنج كنت عايزة تبقى طول ليا أنه يبقى عندي متفرجين عشان يوم ما نزل البرودكت بتاعي حلو سو ما كنتش بعمل أي كامبينز ولا عملت أي كوميرشل ديركشن من البلوج لحد ما خلاصت أكدت أن وصلت الامج أزاينر ابتديت دلوقتي أتكلم على البرانز أن أنا بحس أنها بتشبهني في لغبطة حتى لما بالبس حكتي طب أنت موضل ولا ديزاينر ولا بس آنسلي لغبطة مين لكي أنتي ولا للزباين لو حد اكتشفني عن جديد أجلسين نشوف مجموعة من تصميم ده الفول وينتر 2018 طيب قديش ساعدك مواقع تتواصل إجتماعي أنك تستمرين وأنك تتوسعين في مجال عملك أكيد زي ما بقول لك كان ماركتنج طول عندي متفرجين من قبل ما عندي برودك كان سلاحزوا حدين لأنه لو كنت نزلت غلط كنت تقتلت البراند أتالي بس الحمد لله أصبع عندي اوديونس مع كل مجموعة أراد لما حتاقها أنه سبورت من حد وما حتاقها أنه حد يتفشني أنه أنه تجعل مجموعة لتواصل الإجتماعي تتواصل إجتماعي بين أعجابين ومجموعة حلو أممكن هذا من الأشياء الإيجابية في السوشيال ميديا زي ما يقولوا طيب مريم إحنا شوفنا صور الكولكشن ولو ياريت نشوفها ثاني في ناس شوية انتقدت أنه أنت بتصميم إلى الأحزام الصغيرة اللي هم نحاف مرة يعني كل الموضيل فإش ردك على هذا الانتقاد ما لو يفكروا شوية هيحبوا أنه أنا عملتوا لأنه في مش كل الكولكشن باب الفيجور بتاعتها مش هتبقى حلوة ثم لماذا أنا أعمل أضحك على الناس أنا أنا ليس كوميرشل براند يعني بتلاقي بيسز أنا عارفة أنه ده باقي كثير من الناس هايشتروها بس أنا بعملها إنس أرط إن أرط هايشتروها سو لو عملت موضيل هايطلع واحدة شكلها بيدحك سباشي أن تشايف برينس كتير لا يعني يعني I want people to my whole objective أن أنتو عندما تشوف حد لبس ميسي سكيباي you have a smile on your face حالو طيب شوفي يعني في كثير من الناس لما يصممون أي شيء أو يرسمون شيء بالعادة أنه يبين شخصياتهم فهل أنت لأجل تصممينها تعكس شخصيتك ولا ترحينها ايه براند كثير بتشبهني إذا لو شفتني من شهر مش هتعرفني عشان كذا تعرفيني ممكن لو شفتني شكل مختلف عشان كذا بالضبط لأنه بيسيز وانا ام ديزايني بعمل حاجة اللي عايزة ألبسها والمودي فيها من شهر كان هتلقيني شعري طويل وكلاسيك أكتر ويمكن هذا المميز فيك والحلو فيك مريم أنه الأشياء اللي نشوفها عندك مهم موجودة في العالم أو مهم يعني ما في شي يشبه له لكن أنا من متابعاتي للفاشن خاصة في دبي بشوف أنك ما تشترك في الفاشن شوز أو مثلا في الفاشن فوروير أو في هذه الأشياء فليه أنت باحث عن هذا السين بوسي أنا عايشة في البابل بتاعتي شوية صراحة بس السبب من الفاشن شوز عايزين انترناشنال بايير يتفرقوا علينا ويكميرشيلايز ديز وميدي في نفس الوقت وميدي الحمد لله يحف علاقاتي طيبة معاهم فذي حاجة خليتني أن أنا أتغضع أو أن أنا أوفر أنه مشترك في الفاشن شوز وبعمل الفاشن شوز لأنه كمان في الإفنت بحب أعملها بطريقة بتشبه الكولكشن ومحبش أن أنا بقى في ويت ست أب لا بحب دائما يبقى في اي تفصيل من تفاصيل مسيس كيبا بس عندي سؤال يعني أنا سمعت أن أنت والفن والديزان يمشي في عروك ومشاكل أبضاعها بعض لأن أختك بعد مصممة بالزبط بس برايدل وقت كوتور نحن نكمل بعد نجيب العروسة من وقت الهنيمون للفرح بس أختك مصممة من زمان كيف عكست عليك أو ما تحلمت منها بس نحن 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 كانت تفصل كل هدومنا وهي من وعند 8 سنين كل بلبسه وطلع من مجالة بوردة الألماني جميل يعني كل الموهبة جاءت من مامتك بالنسبة لنا الموضة كان حاجة أساسية في حياتنا حتى لمرحلة أنا أخذتها فورغرانتد أنه لا درستها في الأول أنا رجعت الدرست في الأخير ومشتغلتش فيها لأنه حسيت أنه مش حاجة تتحسي أنت أنت أختك أوقات تنتقض بعد ترفي كيف الأخوات إنه غلط اسمع كلام وإن التاني تقول لا أنا بعمر لأننا مختلفة لأننا مختلفة في البسنة ولكن نحن نعرف نحن 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 أعرف لما أنا وصع أستيلي أقول لك الله حلو ولكن لم ينبسوش فلما يطلع منها انتقاد أو أنا يطلع مني انتقاد لحاجة نبقى عارفين أنها في الصميم لأنه الرد أنا مش طيلعة أسفل منافسة بينك بينها كيف تعمل كيف التحدي إنه تشتغلي في كل هذا ومعاك على طول مؤثرة أكيد اللي يقول لك إنه Being Working Mama وإنه ده السوشيال ميديا بترفلك وبحاول دايما أوصله للناس لا يمكن أنه تقدمي ده على أكمل وجه أو شغل وايز ولا الأولاد دايما في جاب ده بحاول أنا عوضها لهم أكيد بس It's challenging أكيد I'm always guilty I'm always feeling guilty لا بس أعتقد أنت يمكن إحساس هو ضمير موجود مدام أنه موجود هذا الشيء كويس صراحة مريم معناته أنت بتخطي مجهود زي ما يقول أو بتبذلي جهد أكثر خاصة في الويكن مثلا أو من يكون عندك إجازة يعني أنت تعوضيهم فهذا كويس مدام أن الضمير موجود أنت في المجلة مبادل لي طيب التصنيف الذي جالك من Arabian Business المجلة شيئنين لك تصنيف هذا بس أكيد فرحت أول أن المجلة عندها مصداقية يعني ساعة إحنا في الفيلد بتاعنا في علاقات وفي ناس تبقى علاقاتك أحسن مع ناس فبيت فشوك في الميديا بس إتكام out of nowhere يعني لا أعرف حد غوة المجلة و I was I was shocked because people took screen shots كان محدود في دبي مول وناس بعتتلي يعني مكتش عارف حتى أنه أنا one of the 50 فطبعا حاجة حسستني أنه أن أنا في الطريق الصح حرور هذا أكيد خطوة ناجحة في الكرير حجيك أكيد وفي مهنتك وإحنا نتمنى لك كل تقفية مريم ويعطيك ألف عارف وحبيت نظرتك أنا بطراح نظر شكرا لك شكرا لك